عيّال الصلاة يُسْلِهْ لَكُمْ أَأْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتْعِلْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضًا عَظِيمًا عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَارْجِعُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَلَا تَأْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُحْسِدِينَ أيها المؤمنون لقد امتن الله عز وجل على عباده المؤمنين بأن خلق لهم من أنفسهم أزواجا ليسكنوا إليها وجعل بينهم من المهبة والأدف والمودة ما تدوم به العشرة ويخصر به الولد ويبقى النوع الإنساني على هذه الأرض يخلف بعضهم بعدا وفي هذا يقول الزم القائل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لا آية لقوم يتفكرون إباد الله إن الله إباد الله إن الإنسان كثيرا ما يقفل من النعم والبركات التي يتفضل الله بها على عباده ولا يتفكر فيها فسبحان من خلق كلا من الزوجين موافقا للآخر ملبيا لهاجاته الجسمية والنفسية والأقلية وسبحان من أوضع فيهما هذه الأواطف والمشائر إنها نعمة ربانية على عباده ولكن هذه النعمة الربانية والمهنة الإلهية لا يمكن أن تؤتي ثمارها من الأنس والسعادة والمودة والرحمة إلا إذا انتهج كل من الزوجين المنهج الذي رسمه الله هذا الدين لعلاقاته فقام كل منهم أيها المسلمون إن الله جعل الطلاقة حلا أخيرا بعدما تفشل كل الهلول لحصم النزاء وبقاء الزوجية ولهذا ورد في الحديث وإن كان بعض العلماء ضعفوا بعد هذا الحديث إلا أن إمام أبو داود وابن ماجا أخرجهم في كتابهم إن أبغد الحلال عند الله التلاق رواه أبو داود وابن ماجا قالت تبارك وتعالى يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلكوهن لعدتهن وأخصو العدة يعني تلقوهن وهن تاهرات من الهيد من غير أن يخصل منكم الجمال لهن في هذا التهر فبين سبحانه أنه أن في الآية لا يجوز أن يتلك المرأة وهي في الحيد ولا تجوز أن يتلقها في تهر أي في تهر جامعها فيه وهو تلقة واحدة فتبين بهذا أنه يحرم على الزوج أن يتلك زوجته ثلاثا في كلمة واحدة لأن هذا يستد عليه باب الرجع وأنه يحرم عليه أن يتلكها وهي خائد وكذلك تطليقها في تهر جامعها فيها لأنها ربما تكون قد حملت من هذا الجمال فيستد ندامها إذا علم أنها هامل ويكثر الدرن ولولا مع كراحة أحدهما لخانا خيرا أن يصبر عليهما وقال تبارك تعالى وآشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فأسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم وليسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان للأوابين غفورا بسم الله تنتوب علي سبحانه وتعالى من سوميا لكم أتليه جداروك نونو فلالا والموكوتى أليموسى عنata kero أكن يمكوة أليموسى MH صمة بلا فedereen ألمكano وأهم اللى ألمون لتنبغل تأنيوه عنata أحدثي أبون ؟ لكلوتر أمنедь كان للأك artık إتبارة سويا لكم تنبغل أسفيرا كفرحة أمنثى فيوسيع أشفى ألمشион أكمظر ولئتمخgers لكمetti ترجمة نانسي قنقر 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 وقر نانسي قنقر 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 نانسي قنقر